اليوم الأخبار ذكرت من أن الشرطة الفرنسية اعتقلت هذا المدعو السعيد بن صديرة وأنا مش رح نرجع الماضيه ولا نتكلم عليه أصلاً مكنت حاب نتكلم عليه لو كما يهمنيش الموضوع في إطار صراع السلطة مكنت شرح نتكلم عليه فاعتقلوه هذه ليست أول مرة الشرطة الفرنسية تعتقل هذا الشخص هذا الشخص عرفوه الجزائريين في السنوات الأخيرة وعرف بشتم الشعب بشتم للناس كجزائريين إضافة إلى أنه قال وكان عنده السلطة 20 مليون يديرهم صابون وقال قتلنا كنا مستعدين قتلوا 3 ملايين مع أنه لم يكن إلا انديكاتور صغير يعني كان انديكاتور صغير عند الذباحين لكن اللي يتبعوه أنا شخصياً ما نتحملوش وما نتبعوش لكن اللي يتبعوه خرجوا عدة اعترافات مما كان يقول اعترف بأنهم داروا مجازر اعترف بأنهم قتلوا لأنه كان يقول نعاودوها نزيدوا نقتلوا ومرة قال ثلاثة نقتل ثلاثة مليون ومن بعد قال نقتل نقتل عشرين مليون من الجزائريين ما عندي مشكل وكان عندي كنا نحكم في هذه الجزائر وآشياء أخرى طبعاً كان يقول هذا الكلام يقولوا من اسبانيا يقولوا من فرنسا يقولوا من بريطانيا ولا يتحرك أي واحد في هذه الدول كي الناس قالوا واحد في المليون مما كان يقولوا هذا الشخص اعتقلوا جزائريين ولا أجانب أو تم تهديدهم أو في دول غربية لكن هذا الشخص كان واضح أنه له حماية الناس مش فهمة حماية هذه منين لأنه موجود في دول غربية ويدعوا إلى قتل الجزائريين ويقول نديرهم صابونة وكلمة صابون تعود إلى لأنه عندما كانوا يقتلون اليهود الألمان كانوا يقولوا باللي كانوا يديرهم صابون سامحوني ناهيك على نذبحهم إلى آخرهم واعترف بأنهم قتلوا ما زال يقتلوا كما قلت ولجها في الغرب تحركت لكي تقولوا ما تقوله يعتبر جريما يؤدي إلى عشرين سنة في السجن عاديا أقل شيء عشر سنوات وهو التهديد بقتل هذا يسموه الإبادة لأن هناك واحد يقول أنا نقتل ثلاث ملايين وكنا مساعدين نقتل ثلاث ملايين أو نقتل عشرين مليون هذه إبادة حتى لو لم يفعلها هي دعوة للإبادة فما زالوا كثير من الجزائريين يتساءلوا علاش الدول الغربية اللي يعيش فيها أو يتحرك منها أو يزورها ما تحسبوش على هذا الشيء لا ندري لا نعرف كش نهارت بينا الأمور لكن كانوا اعتقلوه قبل أسابيع وشدوه ممكن 48 ساعة أو للبوليس الفرنسي لأنه إسبانيا كانت طلبة من الفرنسيين أن يعتقلوه لأنه عنده مجموعة قضايا تتعلق بطبيض الأموال المسمى جنرال معاد هذا رأى عنده اسم ورأى نذكرتولكم ما هو من جهة تبسى يذكرني فيه المساعد برك لأن هذا الأسماء انتع هذا القتل ننساهم من حين لآخر ننسى البعض منه القاو سبنيون مثلا أنه التهمة اللي كانت موجهت له قبل 6 أسابيع أو 8 أسابيع ونرى أول مرة نتكلف الموضوع هذا القاو باللي دار له 24 ترانسفير يعني هذا معاد يرسل في أموال من الجزائر دوفيز بلورو إلى هذا بنصدير فالإسبان بالنسبة لهم واشهد الأموال هذا تبيض أموال هذا مبالغ ضخمة جدا يعني تهريب أموال من الشعب الجزائري وأشياء أخرى أشياء أخرى كثيرة بلا ما ندخلوا في تفاصيلها فكانت عنده محاكمة على ما يبدو في إسبانيا ما أحضرهاش مرة اثنين ثلاثة داروا له وارنت شدوه الفرنسيس بطلب من الإسبان وحقوا معاه أشياء إلى آخر لا يعرف التفاصيل التحقيق لكن تعذر لهم لأنه دائر في الملف انتعوه أنه مجنون عنده ملف سيكاتريك خدمة انتعو مخابرات يقولون له لكي تسلك من خطر وخطر ديرك مهبول لدينا مثال في البلاد يقولك ديرك مهبول تأكلك سور فهو المخابرات يفهمون وقال لهم ألعبها مجنون كي يحكموك يجبد لهم أدوية ويجب لهم ويقال لهم مجنون ولذلك اللي كانوا نصحوه بهذه التعب هدد الشعب وما تخافش لأنه لو كان يحكموه نقوله رح مجنون أو تقول رحني مجنون على كل حال محكموهش هو على هذ الأمور فكان باش يتحاكم مش عارفوش سرام بعد ما حاكموهش أو أجلوها لأنه كان كل مرة يرسلهم يرسلهم على أساس أنه عقليا غير المحامين أو يرسلهم أنه عقليا غير مناسب للمحاكمة إلى أن أعتقل اليوم أعتقل اليوم أعتقلوا البوليس الفرنسي طبعا كان عدد من الناس من الجزائريين اللي كان هاجمهم اشتمهم كذب عليهم بلا حدود كان عدد من الجزائريين رفعين عليه دعاو وهذا تقريبا كلهم في فرنسا أعتقد هنا في بريطانيا كنت واحد الوقت سمعت أنه بعض الناس خاصة أن خوطنا القبائل اللي كان وحد الوقت يهاجم فيهم طول الوقت كانوا رفعوا له قضية هنا لكن ما رحتش بعيد ومرة أخرى هم يتسألوا علاش ما فهموش لا أدري المهم هل هذه هي هل اعتقال وجاء نتيجة لأن هناك دعوات فردية من عند جزائريين وفي النهاية تحرك القضاء الفرنسي باش يعتقل شخص اعتدى على كثير من الناس بالشتم والسب وشيء فضيع لكم تعرفوا لهذا الشخص لي ربما يعرفوا أو يتبعوا فكانت لا عرف إلا كان هذا هو السبب لكن قناعتي نعم أن موش هذا هو السبب وهم كان كثير من السبب خاصة في فرنسا يسبوا في الناس وأعرف أنا شخص أولا اثنين داروا رفعوا قضية أنا شخصيا ما رفعش ضد هؤلائي ولا خليهم يقولون ما يشاءون أنا عمري لا انتبهت ولا حتى اهتميت ولا حتى مرة نعرفوا شي يقولوا لكن نعرف أن فيه شخص أولا اثنين رفعوا رفعوا قالوا رفعوا فلان ولا هيسب بكلام فيه فضاعات وفيه أكاديب وفيه لكن ما تحركش البوليس الفرنسي ما يهموش لكن أعتقد أن اعتقالوا هذه المرة لم يأتي على بسبب كل الجرائم لدارة في حقوق جزائريين سواء كان الجزائريين ككل أو جزائريين كأفراغ أو حتى باعتباره يعترف هو باللي كان في تسعينات كان مع المجازر وكان مع المخابرات وكان يقول احنا نقتلوا ايه ومن بعد يقول هذا الكلام يعني فالمهم اعتقادي أن الفرنسيين احتمال كبير هذا تحليل مرة أخرى بالمناسبة وأنهم اعتقلوا هذه المرة نتيجة للصراع القائم ما بين جناح متعاون مع الفرنسيين وجناح هو في الأصل ما عندوش مشكلة مع فرنسا يروح يعالش في فرنسا مثلا واحد مثل جبار مهنة جبار مهنة وعندو الآن سرطان تعالبرستات يعالش في فرنسا مثلا عندو مجموعة أملاك في فرنسا وفي إسبانيا لكن في فرنسا وفي أماكن أخرى هو ولاده إلى آخر ما عندوش مشكلة هما فقط أنا حكيتها البارح وشرحتها قلت باللي هذو عندهم مشكلة انتاع تفكيك الـ DRS في 2013 بعد واقعة تيجن تورين الفرنسيس والمريكان قالوا هذا DRS راهي كما ذاك فرنكشتاين كما ذاك الآلة والإنسان اللي يتخدمون بعد يخرجي واللي يكسر فقالوا لازم نوقفوها ونفكوها وفكوها في 2013 فالآن جناح الـ DRS قديمه وجديده سواء الضباط اللي رام فيه مناصب الآن مثل جبار مهنة أو معاد أو عناصر الجن أو قائمة طويلة من الضباط أو قديمه من الخلف خاصة كبيرهم التوفيق قلنا أنا عندهم حسيفة مع فرنسا وأمس شرحت علشة اللي نذكر بأمس لأنه مش كل الناس يشوفوا قاعد الفيديوهات فاللي ما يلقاش المعلومات الآن هنا يلقاها في اللايب تعامس نصف الثاني تعالى أمس شرحت واش دار جبار مهنة قضية بوراوي قضية اجتماع رشاد والماك والمخزن والفرنسيس فيتل أبيب قضية فرنس فانتكات وكلها كانت ردود على فرنسا اللي هي حابة تفوت تبون عهدة ثانية جماعة الدياليس مش حابين يفوت تبون وكانوا خرجوا حتى هذا بن صديرة باش يهاجم تبون كانت تهموا قالوا أنت يهودي وانت كذا وانت من أصول يهودية وأشياء كثيرة هو التهمة في حد ذاتها في هذا البلاد كانت تقدر تدير له مشاكل لكن ما نظرت له ولا شيء إذن احتمال في رأيي التحليل أنه معتقلوه نتيجة للصراع لماذا؟ لأنه في نفس الوقت ساقط جناح ليقود فريد بن الشيخ قبل ثلاث أشهر كما تعرفون في بداية جونفي تم يسقط لعلكم تتذكرون يعني سبا ليسقط عليها بن الشيخي وشنو قال اللي كان هو واحد الشاب هرب من وهران في طيارة ركب في الطائرة كان رايح الفرنسا في مكان الباقاج وصل القاوه مجمد سلك فيما بعد سلكوه الأطباء الفرنسيين نظر ما ماتش لكن قالوا ما لا في الحالة هذه رئيس الشرطة هو اللي يدفع الثمن في حين أنه كان المفروض يدفعها علي بدوي مثلا اللي كان هو رئيس شرطة الحدود لا علي بدوي ولا هو الديجياسي ولا هو الرأس الكبيرة وبن الشيخ أطاحوا به كانت سبا يعني ما عنداش علاقة احنا ما عنداش ثقافة في الجزائر عنده عندما يدير القطار مثلا يدير حادث وزير النقل يستقل ما عنداش هذه الثقافة ومرها ولا صرات احنا مرات تغرق مدن رئيس البلدية ما يستقلش رئيس مصلحة المياه ولا تنظيف هي بلدية ما يستقلش فهما جابوا كان هذا هو السبب بالحقيقة مش هذا هو السبب السبب هو أن جبار مهنان المخابرات الداخلية والخارجية والعسكرية كانت تجسس على فريد بن الشيخ وفريد بن الشيخ عنده كثير من المشاكل الأخلاقية زائد عنده اتصالات كثيرة مع الفرنسيين دراكي جي واحد يقول لي ما لهذا يدافع ضد فرنسا أبدا إنما من يتقرب يعني في الجيش عند الجنرالات يريدون أن تكون العلاقة مع فرنسا معهم موش مع البوليس دراكي إذا رحت مع البوليس أنا نطيح لك رأس البوليس شفنا شنغريحة كيف يصرح قبل السنتين والإهانة والكاظالي تحملها هو يعرف شعب جزيري يكرح ذلك لكن يعرف أن علاقتهم مع فرنسا مهمة جدا أولاد شنغريحة الآن موجودين في فرنسا هو يسافر لفرنسا زوجته تسافر لفرنسا عنده مشيئة كثيرة في فرنسا سواء بأساميهم أو بأسامي مستعارة إذن المعركة داخل أجنحة في الجزائر هي دائما من تكون له الحضوى والعلاقة الأولى مع السلطات الفرنسية مع الحكم الفرنسي في 2003 على سبيل المثال كان بن فليس كان رئيس وزراء لبوتفليق وكان هو رئيس حملته في 99 ومقرب جدا منه إلى آخره لكن في 2003 جاءت البن فليس بالعماري قال له ممكن تقول لي أنت الرئيس فأول شي داروا كان رئيس وزراء قربت بأموره ورح لفرنسا داروا لطاب يروج واستقبله وكانه هو الرئيس لأن المخابرات الفرنسية اعتقدت بأن محمد العماري رح ينحب بوتفليقة ويحط بن فليس لما رجع للجزائر قامت القيامة وطردوا بوتفليقة بوتفليقة كان مازال في بداياته كان مازال عنده القدرة طبعا بمساعدة توفيق وطرد بن فليس شر طرده بعدين حمى حتى لما رح بن فليس للانتخابات 2004 طالوا منش عارث كم 5% ولا 6% من الأصوات كانت هذه الكارثة نهاية بن فليس ففرنسا وشفنا أيضا أن تبون في 2017 لماذا تردوا السعيد قال له رك رحت لقيت رئيس الوزراء الفرنسي بدون إذن الرئيس يعني بدون إذن السعيد فطردوه فالصراع داخل النظام الجزائري من يحظى بدعم الفرنسا الرسمية لكن لأن هناك خلافات قديمة ترجع إلى 2013 ما بين ديراس وما بين المخابرات الفرنسية الخارجية كان إشكالات بن سديرة يخدم مع المخابرات متع ديراس مع ناصر الجن مع جبار مهنة مع مع معاد مع قائمة طاولة من الجن الغالث كلهم رأم هما يظنون أنها مرباب البلاد كاش نهار يكونوا أمام قاضي عادل أعيدهم بذلك بإذن الله هل فرنسا طبعا رح ندلوا التليفون نحن نعرف أصلا بداية المعركة كانت في عشرة ماين اللي فات لما فريق من جماعة فريد بن الشيخ سرقوا التليفون لبن سديرة كثيرين يقولوا بدعم وموافقة المخابرات الفرنسية تليفون بعد ست ساعات كان في الجزائر أو ربع ساعات كان في الجزائر فتحوه لقوا فيه بلاوي وبدأت الاعتقالات الاعتقالات كانت خلاص راح أتصل إلى جبار مهنة إلى رئيس مكتبه إلى معاد إلى آخرين لأنه كان يتواصلوا كله مع بن سديرة لكن في لحظة معينة خاصة بعد صدور قرار اتهام زروال نزار بأنه مجرم حرب مشارك في مجرم حرب كانت تهمها في أوت توقفت الأمور لما توقفت الأمور ديارس قلبة الأوضاع لصالحها وبدأت جمعت الملفات على بن الشيخ وأقنعوا شنقريحة وتبون بأنه هاو شاهدير مجموعة كبيرة من الكوارث تبون لم يكن قادر أن يفعل شيء خاصة أنه يعرف أن الحكم الحقيقي هو في يد العسكر ومرة جاء فريد بن الشيخ تحت استجوابات خشنة جداً بما فيها التعذيب وصيبها بصدمة كما تعرفوا دماغية ودخل العناجة تحت حراسة مشددة قبل يومين وثلاثة كانت خرجت أنه اعتقل ما اعتقلش أنا لست متأكد إذا كان اعتقل ولا لم يعتقل لكن مش هذا هو المهم هو خلاص انتهى هو منعوهم الخروج ديره للسيان راهوا آخر المعلومات اللي كانت عندي في عنا نعجة أنه في غرفة في عناجة تحت حراسة مشددة لأنه مصابي عندي زيب تأتي إذا هذه وكأنها انت عن الاعتقال انت هذا بن صديره باش يدلوا تليفون الفرنسيس بالقانون ها كاي ان قانون في فرنسا يلديت معك تليفون تفتحوا لهم والله هم يفتحوه لان قانون هاي الآن أين ستمضي الأمور لأن بن صديره ما هو إلا حلقة هو ترابل ميكر هو داروه باش يهاجم المعارضين الحقيقيين والمعارضين المزيفين باش يهاجم الأجنحة وفق طلب الديرس ونزار باش هو عنده مهمة تكسير إرادة الشعب الجزائري تكسير الحراك تضرب الأجنحة فيما بيناتهم تكسير وتهجم على الأحرار أو حتى على المعارضين الفولس إلى آخر مهم أنتم معروفة تعالى جون فروفوكاتور هذا لكن بدعم كبير فرنسا كانت تعرف هذا بريطانيا تعرف هذا إسبانيا تعرف هذا كلهم يعرفوا هذا أنا نحدث فيكم وأنا نعرف أن هناك كثير من الأجهزة رأيت تابع رأيت تابع في هذا اللايف من حقهم فاش يشوفوا في الجزائر ما هيش أي حاجة يعني الجزائر هي بلاد مهمة جدا كيلقوا فيها 40 جنيرال في السجن وكذلك يقول لك خلينا نشوفوا وش راح صار في هاد البلاد ولو كين جاينا احنا عندنا بلاد هاي دولة مثل كين دول صغيرة تراقب كل ما يتم في بريطانيا ولا في إسبانيا ولا في روسيا ولا في أمريكا دول صغيرة مرات إذن الآن لفرانسيس هل دخلوا مباشرة باش يبعثوا رسالة باننا نعتقل لكم الاجران بروفوكاتور تاعكم الكريمينيال هذا بنصديره وندوا التليفون ونعاودوا نخرجوا منه كل الاتصالات مع المخابرات انتع التوفيق مع ناصر الجن ومع جبار مهنة ومع معاد ومع إله ناصر الجن ياخذ شوية احتياطات ما يتصلش مباشرة أم لأن بالنسبة لفرنسا يجب أن يمر تبون شنغريحا وبعض الجنيرات ما عندهم مش مشكل أن يمر تبون بشرط أن يبقى واجهة ما يلعبهاش ينحيهم من بعد ولذلك لازم يكون هناك اتفاقات لكن المخابرات ديراس قديمها وجديدها قالوا وقالوا تبون ما يمرش بأسباب متعددة ليس فقط لأنه فاشل مع رشي يتكلم يكذب كثير ما درواله في البلاد إلى آخره هذا كلها تكون يسقط النظام هذا كلها ندفع الثمن ولكن أيضا لحسابات كما قلنا أن فرنسا تدعمه مباشرة وهم يحبون تكون علاقاتهم هم مع فرنسا مش آخرين سنرى إذا بقي واتهم رسميا من طرف الفرنسيس وعندهم قوائم لا تنتهي مرة أخرى لا أتمنى لأي جزائر تسجنوا فرنسا أبدا وكنت نتمنى أن هذا المجرم تعتقل بلد آخر ويعاقب بلد آخر على كل جرائم ومش فرنسا لكن بما أنه عند فرنسا فالمفروض أن هناك قانون أيضا دارك نشوف قائمة الاتهامات التي ستوجه له هل هي اتهامات جدية أم أن فرنسا دير حسابها من جديد هل يوجهون الاتهامات حقيقية أقلها تهمة نقطة العشرين مليون جزائري ندير ثلاثة مليون صابون وقائمة طويلة من شيطنة الجزائريين والتهجم عليهم وهذه جرائم نحن مجد تكلم كيقعد يتمسخر ولا يضحك ولا يقصر ولا لا كيوجه هذه الاتهامات توجهها بأي طريقة أو التهديدات توجهها بأي طريقة تعتبر جرائم حرب دعوة إلى الإبادة هي إبادة هل سيوجهون له هذه الاتهامات الحقيقية أم سيوجهون له اتهامات وجهوها لآخرين كانت تعدى عليهم سبهم وهاجمهم أم أن القضية مرة أخرى تعاود تتلم وبعد يومين ثلاثة يطلقوه لحسابات والاعتبارات قد نتحدث فيها مرة أخرى